اشتركوا في القناة في النتائج بشكل فوري ولكن مع الحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية يعني ايه؟ يعني ممكن جداً يبقى عندي مشكلة في السلة في السلة مثلاً يعني السلة سيدات ان انا خسرت بطولة وبالتالي هي مشكلة بالنسبة لجمهور النادل الآخر طيب هل ده معناه ان انا أقل بالدنيا؟ لا لما كنت بتكلم مع حضراتكم بهذا الشكل ما كانش مجرد كلام ولكن كان كلام عشان حضراتكم تعرفوا ان اللي جاي دايماً او النادي الاهلي دايماً بيراقب نفسه النادي الاهلي بيصلح وبيحدث من اخطاءه طيب انا بقول المقدمة دي ليلة انه مبارح اجتمع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بفريق كرة السلة سيدات كابتن محمود قال لهم ايه؟ كابتن خطيب قال لهم ايه؟ كابتن خطيب تحدث عن ما حققه هذا الفريق من نتائج رائعة في الموسم اللي فات هذا الفريق كلنا كنا بنتغنى به ومازلنا لانه حصد كل البطولات اللي شارك فيها السنة اللي فاتت كابتن خطيب قال لهم ان الانجاز ده من المفترض ان يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة هذه المسيرة ولما كابتن خطيب قعد وعمل كده لو تفتكروا السنة اللي فاتت في حفلة الاهلي الاستثنائي قبل ما اكمل كلامي عن هذا الامر كابتن خطيب قال قال يا جماعة السنة الجاية صعبة جدا اللي احنا فيه ده استثناء ولكن السنة اللي جاية صعبة جدا 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 الحفاظ على اللي احنا وصلنا له صعب جدا 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 ده السنة اللي فاتت قال كده في الحفلة بتاعت الاهلي الاستثنائي فكابتن خطيب اشار الى النتائج الاولية في بداية هذا الموسم لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق ومكانته الفنية والبدنية وانه لا بد ان يكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على اسباب اللي حصل وخسرتنا لهذه البطولة كابتن خطيب قال ايضا ان يبدو ان النجاحات التي تحققت السنة اللي فاتت ان فيه البعض ارتكن عليه وهو ده اللي حضر منه كابتن خطيب خلال حفل التكريم اللي اقيم في نهاية الموسم اللي هو الحفل الاهلي استثنائي وقال ان هذا الامر يتنافى تماما مع سياسة النادي الاهلي لان طموح النادي الاهلي وجمهيره بلا حدود الغرض الرئيسي والاساسي هو حصد البطولات وحصد البطولات دائما ما يحتاج الى مضاعفة الجهد لكي يستمر النادي الاهلي بهذا المستوى كابتن خطيب ايضا اكد على ثقته الكبيرة بص بقى هو كابتن خطيب قال لهم احنا بدايتنا وحشة بيني وبينكو بقى كده قال لهم احنا بدايتنا وحشة ولكن انا عندي ثقة كبيرة جدا في مجموعة اللاعبات اللي موجودين قدامي وعندي ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني لان انا متأكد ان كابتن طريق خيري بقمته وباسمه وبتاريخه هيقدر يتدارك الموقف سريعا ليه؟ عشان يحقق او يتم تحقيق اللي احنا تعودنا عليه مش اللي احنا جمهور النادي الاهلي تعود عليه لان المجموعة كابتن خطيب في كلامه قال المجموعة اللي قدامي دول انا متأكد ان هم مجموعة متميزة من اللاعبات صاحبات الامكانيات الكبيرة طيب نتيجة الكلام ده كله ايه؟ النهاردة هذا الفريق اللي خسر من اسبوع بطول الدور المرتبط فريق كرة السلة سيدات بالنادي الاهلي بطلا لكأس السوبر بطلا لكأس السوبر زي ما حضراتكم شايفين الربع الاول 27-14 لصالح النادي الاهلي امام الجزيرة وحضراتكم عارفين نادي الجزيرة وقيمة نادي الجزيرة في السلة نهاية الربع الثاني 48-26 صالح الاهلي طيب نهاية الربع الثالث 64-37 لصالح الاهلي طيب الكورتر الاخير 72-43 لصالح النادي الاهلي ويتوج أو تتوج بطلات النادي الاهلي وبنات النادي الاهلي بهذه البطولة إذن خطأ أو أخطاء أو ارتكان إلى بطولات سابقة وبالتالي دلفت نظر إدارة النادي وبالتالي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي راح قعد مع الكابتن طريق خيري ومجموعة اللاعبات رجعت للنفس المستوى تاني في خلال 3-4 تيام وده أنا أسف معلش هيخدنا النقطة مهمة جدا إن إحنا هنا في هذا البرنامج مصدقيتنا جاية من إيه؟ الحمد لله والشكر لله من التزامنا ومعرفتنا بتقاليد وثوابت النادي الاهلي جاية من إننا بنحمل شعار النادي الاهلي بالتالي لما بقول حاجة لجمهور النادي الاهلي اللي بيشوف قناته دائما ما بيكونش والله ما بيكون مجرد كلام ولكن ده بيترجم على أرض الواقع ممكن يبقى عندنا بعض الأخبار يعني إحنا كنا عارفين إن الكابتن الخطيب حيروح يقعده لكن ما بنقولش هذا الكلام علشان يعني لما بيحصل اجتمع الكابتن الخطيب مع فريق السلة نتيجة الاجتماع زي ما حضرتك شايف وقيس على كده في كل الفرق الرياضية في النادي الاهلي سواء كرة القدم كرة السلة كرة رجال السيدات كرة اليد كل الألعاب تقاليد النادي الاهلي بتسري على الجميع وبالتالي إذا كان هناك أي تراجع أو ارتكان إلى بطولات سابقة أو أخطاء بيتم تداركها وبشكل فوري ترجمة نانسي قنقر